الحقيقة كلنا عارفين ان في عصر الطاقة وفي عصر يعني تنازع الدول على احتلال مراكز متقدمة جدا في صناعة المصادر الجديدة للطاقة مصر بقت تتجه بشكل كبير للاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة ده بيظهر في الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية علشان توطن صناعة الهيدروجين الاخضر الموضوع ده خلى مصر تتقدم على مستوى العالم العربي والافريقي وده وفقا لمؤشر اداء تغير المناخ لعام 2024 اللي حتى مصر في المركز الثاني والعشرين من بين 67 دولة حول العالم الموضوع ده فيه تفاصيل كتير قوية مصطفى عشان كده احنا نهار ده معانا دكتور سامح نعمان استاذ الهندسة واستشاري الطاقة المتجددة هيوضح لنا اكتر عن هذا الموضوع صباح الخير على حضرتك واهلا بيه صباح خير فاند بحضرتك يعني عايزين تكلمنا عن ايه اللي مصر بتعمله عشان تقدر نيتوطن صناعة الهيدروجين الاخضر وعايزين نفهم هنا المشاهدين كمان اهمية وفيدة الهيدروجين الاخضر هيفيدنا ازاي في اقتصادنا ايه المختلف فيه الهيدروجين الاخضر اولا الهيدروجين معروف من زمان الهيدروجين بيطبق في صناعات كتير وكان قبل كده بيستخدم في السماد ودول العالم بتعتمد على الامونيا الامونيا دي اللي هي بتستخدم في الزراعة وظهرت المشكلة بتاعتها بقصوة في حرب ساعة ما حصل الحرب بين روسيا واوكرانيا والغاز اتمنع عن اوروبا اوروبا بتعتمد على الغاز وكانت بتطلع منه الامونيا الزرقة اللي بتستخدمها في الزراعة لما اتمنع الغاز اصبح ما فيش اامونيا اصبح في مشاكل في الزراعة ده كمان بجانب المشاكل بتاعت الاستخدام الغاز في الصناعة وفي التدفع لما نقارن استخدامي الامونيا الزرقة او الامونيا السودة او البني في الزراعة أنا أستخرج الهيدروجين اللي أنا بستخدم به الأمونيو هيدروجين ده إما هيدروجين بستخدمه بستخرجه من الفحم إما بستخرجه من الغاز إما بستخرجه من المية طريقة الاستخراج هي اللي بتفرق ما بين أنواع ما بين الهيدروجين نفسه أفضلهم الهيدروجين اللي أنا بستخرجه من المية لأن ده وأنا باستخرجه مفيش أي نسبة ثاني أكسيد كربون بتخرج معاه وأنا باستخرجه إنما اللي باستخرجه من الأزرق ده بغضه الأول من بدور الأول على غاز وبعدين بعد ما بيجيب الغاز بطلع بين شوات معدلات كيميائية كده وتركيبات باخد حاجة اسمها هيدروجين رمادي وبعدين أشيل ثاني أكسيد الكربون من الهيدروجين الرمادي يديني الأزرق يبقى أنا عندي مرحلتين فاتوا وطلعوا ثاني أكسيد كربون في الجو إنما الأزرق الأغدر مباشرة من المياه فما فيش أي ده ده السيف استعني أو أكتر أمانا يعني وأكتر نظافة للبيئة وبعدين كل الهيدروجين واحد لما باستخدم بقى الهيدروجين اللي نجي لاتجاه مصر في سنة 2020 لما بدأ العالم كله يتجه إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بدأوا يدوروا على الدول في شمال أفريقيا اللي بتديني أكبر نسبة هيدروجين أخضر أقدر اشتغل معها والاستدامة بتاعتها فترة طويلة لقوا أن مصر هي أفضل الدول اللي موجودة في شمال أفريقيا في الاستدامة من حيث أن أنا أقدر أخذ منها الهيدروجين الأخضر ده مشاهداتهم ده مشاهداتهم وشاهدة وكالة الطاقة الدولية ليه بقى؟ ليه؟ لأن المقاومات الرئيسية اللي موجودة لاستخراج الهيدروجين الأخضر متوفرة بكسافة في مصر زي؟ الهيدروجين أخضر يعتمد على الطاقة المتجددة المناخ داخل جمهورية مصر العربية ممتاز طول السنة لإنتاج الطاقة المتجددة المساحة متوفرة في جمهورية مصر العربية ثانيا المياه هل المياه متوفرة؟ متوفرة لأن احنا عندنا ساحل بحر الأحمر وساحل بحر الأبيض المتوسط حوالي 3200 كم فإذا استخراج المياه من البحر وتحليتها أصبح عندي المياه متوفرة فيبقى عنصر المياه وعنصر الطاقة المتجددة للتنين متوفرين مع وجود الجهاز اللي بيعمل تحليل للمياه أخذ الهيدروجين والأكسجين أستخدم الهيدروجين الأخضر هل تم الكلام ده؟ طبعا في 2020 حصل حوالي 22 مذاكرة تفاهم ما بين أوروبا وجمهورية مصر العربية لإنتاج الهيدروجين الأخضر أول ما حصلت المذاكرات فبدأت مصر تمحد الأرض لإنتاج الهيدروجين الأخضر فعملت في محل القناة السويس منطقة خاصة تماما لمصانع الهيدروجين الأخضر وربطتها بالمينة العين السخنة بطريق بري خاص بالهيدروجين الأخضر هل نستخرجه من إيه عندنا في مصر؟ من الطاقة المتجددة والمية فيبقى لازم أجهز البنية الأساسية لاستخراج الهيدروجين يعني أجهز المنطقة اللي أحط فيها المصانع اللي يكون مؤهلة بكل الإمكانيات أن أنا أقدر أطلع على الهيدروجين فلازم يكون عندي مكان فالمكان ده تم تخصيصه وتجهيزه في العين السخنة محور القناة السويس وتربط بالمينة ولما تربط بالمينة أصبح فيه رصيف خاص للهيدروجين الأخضر ومنطقة خاصة لتخزين الهيدروجين الأخضر فأصبحت البنية الأساسية موجودة راح تطلعت حوافز اللي هي جيامة للمصنع بتاع الهيدروجين لما بيديني الإقرار المالي بتاعه أخر السنة برجع له من 33% إلى 55% كحوافز يعني لما بيديني قيمة الدخل أو ضربة الحاجة بتاعته برجع له منها حوافز وبعدين اللي بيجي يعمل للرخصة ما بيدفعش تمنها الدولة بتتكلف في دفع تمنها في شهر العقاري كمان كل المستلزمات الخاصة بالمصنع معافة من الدرايب يعني يجيب معدات يجيب سيارات يجيب خامات يجيب اللي يجيبه كل ده معافة فإذا أصبح فيه حوافز في منطقة كاملة تشجيع كمان جينا في كوب 27 لما إحنا دخلنا كوب 27 بالإمكانيات المتوفرة عندنا وبعد كده زادت الحوافز أصبحت مصر خصبة أرض خصبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر حصلت فيها تعقدات كتير إحنا قلنا العنصرين الرئيسيين الطاقة المتجددة وتحليل المياه فبالتالي في 27 في كوب 27 حصل مذكرات تفاهم لإنتاج الطاقة المتجددة بما يقرب من 17 جيجا 10 جيجا طاقة رياح لدولة الإمارات ده كان مذكر التفاهم و 5 جيجا لشركة السكاتيك النرواجية طاقة رياح و 2.5 طاقة شمسية التعاقد ده خلى مصر بدل ما يبقى المخطط بتاعها تبقى 42% من الطاقة المتجددة داخل الشبكة في 2035 بقى 2030 الطاقة المتجددة توصل لحوالي 42% ولكن الإصراع في تنفيذ هذه المشاريع هيبقى قبل 2030 مصر ممكن توصل لأكتر من 42% دي من الفواد اللي احنا أخذنا احنا بنصدر لمين احنا حضرتك التجارب بتاعتنا اول تجارب على مستوى العالم في سبتمبر 3 في أغسطس 23 كان فيه سفينة اللي بتشيل الحويات الكبيرة كانت طالعة من جنوب شرق أسيا عدت على سنغفورة وموينت طاقة خضراء وراح الكوريا موينت طاقة خضراء جات على برسعيت خدت أكبر كمية طاقة خضراء 500 طن ودي أكبر كمية تاخدها أول سفينة بتمشي بالطاقة الخضراء خدتها من برسعيت ادي واحد نوفمبر تم تصدير أول أمونيا خضراء إلى الهند من مصر فإذن دي تاني حاجة تثبت أننا شغلين في هذا الاتناصر تالت حاجة حاضرتك من شهر ونص تم الاتفاقية ما بين محل القناة السويس إنتاج الأمونيا الخضراء والاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية مقدرها 397 مليون يورو لتصدير الأمونيا الخضراء للاتحاد الأوروبي يبدأ في 27 وإنتهي في 33 فدي اتفاقية كبيرة لإنتاج لتصدير هادوجين أخضر لاتحاد الأوروبي فإذن كل الخطوات دي خطوات بداية قوية تظهر مصر أنها موجودة على الخريط ده بالإضافة أن وقالة الطاقة الدولية في 2021 أقرت أن محور قناة السويس جاهز لأنه ينتج على مستوى العالم لا يقل عن 8% من الهيدروجين الأخضر بالحضرتك أن مصنع هيدروجين أخضر لازم يكون حواليه 5 مصانع أمونيا خضراء لأنه يدخل بنسبة الأمونيا الخضراء 18% هيدروجين أخضر والباقي نيتروجين فبالتالي كل مصنع هيبقى يشغل جنبيه 5 مصانع على الأقل حضرتك اتكلمت عن استخدامات الهيدروجين الأخضر لو كلمنا في المشروعات المحلية أن نحن ممكن نستخدمه في السماد في كل حاجة حضرتك بيدخل فيه المبادات الحشرية الأدوات المنزلية بيدخل فيه طبعا جميع أنا لما استخدم الهيدروجين الأخضر نحن عارفين أن المبادات الحشرية درّة بالبيئة لما استخدم الهيدروجين الأخضر ده هيخليه يعني ده أحد مكونات المبادات الحشرية يستخدم في الصناعات كتير جدا في صناعات بيستخدم في المصانع كسيفة الطاقة زي الحديد والصلب والزي السمنت بدل ما بيستخدم الغاز أو الفحم أو ما شابه زالك لأن الطاقة اللي بتنتج من الهيدروجين اتنين وثمانية من عشرة أدى أي طاقة تانية كمان حضرتك بيستخدم في جميع أنواع المركبات العربيات السفن كل الحاجات دي طائرات فيه دول برد مشغلة الأطراء الأطراء ومشتغلة على العربيات بس في الهيدروجين بيستخدم بطريقتين في العربيات بيستخدم إما هيدروجين مضغوط إما هيدروجين غاز الهيدروجين مضغوط عامل زي استوانة البوتاجاز مثل سواء الطالب العربيات اللي بتعطف العربيات بسبب لتكالله بطاري أما هو الهيدروجين بضغوط بيشتغل مع السيارات الكهربائية حنشيل البطارية بتاعتي Tight der Lab лов. ونحط استوانة الهيدروجين مضغوط الهيدروجينگят مع الدايرة د incluso العربية تولد كهرباء يستخدم بدل البطارية فبتالي الهيدروجين مضغوط مع السيارات الكهربائية إنما الغاز مع السيارات البنزين أو بستخدم الغاز مع تحويلها صغيرة داخل المطور يبقى حضرت بتمون غاز هيدروجين وتمشي بيه بس المسافة بتاعتها بتبقى تقريبا 3 أضعاف الغاز أو 3 أضعاف البنزين لا موجود بره موجود موجود وبيكسر بره إذا مهم أن نتوسع في مشاريع الهايدروجين فيه في السعودية محطة وفيه في الإمارات محطتين من الغاز الهيدروجين أنا أعرف أن تحضر أوبي بيدي دايما حوافز للدول اللي بتستخدم منطقة المتجددة وخصوصا الهايدروجين الأخضر. إيه أهم هذه الحوافز أو حتى مش بيدي حوافز يعني فيه زي الأيزو أو زي الشرطات الدول الأكثر استخداما بتبقى أكثر طلبا أو أقرب لأسواق الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بالذات بعد حرب روسيا حتى عنده شروط رئيسية ثلاثة. أي. الأولاني أول شرط أنه يبتعد عن الوقود الأحفوري وبالتالي يحطه في كل المنازل بالأمر. والفلل محطات طاقة شمسية عشان يستغيل الضوء والشمس في إنتاج الكهرباء ويقلم من الغاز أدي واحد. إنه بيستورد كهرباء. لما يستورد كهرباء ما يستوردهاش إلا كهرباء من الطاقة المتجددة ده شرط التاني. ليه بقى؟ لأن الطاقة المتجددة لا تعتمد على الوقود الأحفوري أولا صديقة للبيئة لأن الوقود الأحفوري أسعاره متغيرة تبقى للجيوسياسية يعني هو ليه حط الشرط ده. ما شرط. فهو كان ممكن يعني يقولك أنا عايز تققى وقالف. لا لأنه لما حضرتك بتاخد منتج من مكان ما المنتج ده ممكن سعره يطلع وينزل نتيجة إن أنا الغاز عندي النهاردة بقى غالي النهاردة. آه مفهوك ده. إنما الطاقة المتجددة للشمس هتغلق ولا الهواء هيغلق لأنه منهمش تقول ده حاجة طبيعية فبالتالي المصدر بتاعه. أو وضاب للسعر. وكمان مستدام. يعني الهواء والميا مستدامين تمام؟ بالنسبة للشمس أو باخد تقطر يحد. طيب ده الشرط التاني. الشرط التالت أدور فين الدول اللي جاهزة أنها تنتج هيدروجين أخضر وأشاركها. مش أشتري منها. أشاركها ليه؟ أشاركها لأن أنا لما أشاركها لو حصل أي مشاكل سياسية. أنا ليه حق أن أنا أخذ المنتج. ما يمنع ما يقطعش عني إزا ما حصل في الحروب السابقة أن أنا أقطع الغاز أو أو أو. فبالتالي يبقى ضامن ثلاث حاجات. ضامن أن الطاقة وصله. ده في اتجاه الايه؟ الطاقة. سنين المنتجات بقى. أين كان نوع المنتج. حتى لو كان مج. المنتج ده جاي من ين؟ المصنع بتاعه. بيستخدم طاقة بيستخدم طاقة نوعها ايه؟ لا لا معقولة الكلام ده. ايه؟ تحدي شروط دخل دلوقتي على المنتجات المنتجات اللي بتستخدمها. بس كده مش هتقدر يعني بالشكل ده مش هتقدر تعمل ده فعلا؟ بيعمله. ده بدأ فيه. ده هيحول العالم لو أنت عيس سبعت حاجتك لأهربة. غضب عنك أنك تعتمد على الطاقة المتجددة. تعتمد على الطاقة المتجددة اللي هي نسبة الانبعاث بتاعها لسانوكسيد كوربون قليل. خد بحضتك ممكن يبقى طاقة نوية لأن طاقة نوية. النسبة الانبعاث بتاعها حوالي لكل كيلو كهرباء حوالي خمساشر جرام. فدي تعتبر نظيفة أو ليست متجددة. ولكن مقبولة إنما كل المنتجات اللي جاية هتبقى في هذا الاتجاه لأن العالم كله هيعتمد على الهيدروجين ومنتجاته سواء بقى في عشرين وخمسين. طبعا على كده هاي في دراسات بتقول احنا كمان كم سنة ممكن نستغنى تماما عن العالم؟ عشرين وخمسين لأن المستهدف على مستوى العالم. في عشرين اربعين مليون طن هيدروجين اغضر. لما اقولونه ربعميت مليون طن هيدروجين اغضر. نضرب في خمسة يبقى امونيا ولاستخدامات الطاقة. عشرين خمسين سبعمية مليون طن هيدروجين اغضر. يبقى لما نقول امونيا خضرت وهي نضرب برضو في خمسة. فبالتالي نسبة الاعتماد على الوقود الاحفوري بتقل حتى عشرين خمسين. إنما هي دلوقتي معتمدين عليها العتمد شبه رئيسي. ولكن الاتجاهات كلها أنها تبعد عن الوقود الاحفوري والاتجاه إلى الطاقة المتجددة. عارف يفندم أنا عايزة أن الناس تتفرج علينا دلوقتي عبدها أفكار لمشروعات لسه عايزة تبتدي فيها. تبتدي تفكر في الاستثمار أو أن هي تبتدي مشروعاتي علاقة بالطاقة النظيفة والمتجددة. النهاردة حضرتك تكلمت من شوية على الإعفاءات والحوافز والضبانات التي الدولة بتقدمها. إيه تاني؟ النهاردة إزاي أشجع المستثمر أو في بعض الشركات بتستخدم الواحل الطاقة الشمسية عشان خاطر يعني بتتاجر فيها. وده حاجة مهمة جدا. النهاردة أشجع إزاي الأسام إيز أو المشروعات حتى الصغيرة أنهما يبتدوا يفكروا في الاستثمار في الهايدروجين الأخضر. إيه تاني الدولة بتقدمه؟ مش كل حاجة الدولة هي اللي لازم تعملها. لازم إحنا كمان نبتدي ريادة الأعمال كثيرة جدا في مصر. إزاي يدخلوا في المجال ده؟ هو الدولة أولا بس في حتة أقولها لحضراتك. حضراتك أن لازم نعرف ما بين الطاقة المتجددة والنظيفة. الطاقة المتجددة اللي بتعتمد على الرياح والشمس فقط. النظيفة اللي بتطلع نسبة ثاني أكسيك كربون قليلة. فلما بقرن الطاقات ببعض يبقى الطاقة المتجددة دي طاقة نظيفة ومتجددة. الطاقة النووية طاقة نظيفة وليست متجددة. أما بقى بالنسبة لريادة الأعمال فدول بنقول إيه؟ أن الدولة فتحت المجال لجميع الشركات الخاصة للتعاون أو الاشتراك فيه إنتاج. سواء بقى طاقة متجددة بجميع أنواعها سواء رياح أو شمسية أو تشترك فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر. وده بدليل أن من أسبوعين كان فيه سبع مشاريع الرئيس الوزراء اتفق معه فيه شركة بتنتج هتنتج ألف جيجا واط في بنبان خلاف اللي موجود وهتضيف ستمائة ميجا تخزين طاقة وهتضيف تلتمائة ميجا تخزين طاقة في كومومبو وكمان فيه شركة اللي هتضيف مية وخمسين ميجا طاقة رياح في خليج السويس والدولة هتشتري منها الكهرباء وكمان الشركة اللي موجودة هتنتج الهيدروجين الأخضر حاطيتها سماحيا اللي هتنتج طاقة شمسية وطاقة رياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر دي كلها شركات خاصة والشركة الأخيرة اللي هتنتج في ناجع حمادي ألف جيجا ألف ميجا طاقة شمسية وهتضيف ستمية تاني برضو تخزين فكل ده بيدخل طاقة متجددة مستقرة على الشبكة والكلام ده معمول كمان علشان يتلاشى المشاكل اللي احنا وقعنا فيها في الصيف ده يعني ده هيدخل الشبكة قبل الصيف اللي جاي إن شاء الله فبالتالي حيوفر نسبة الغاز اللي احنا كنا فيها في مشكلة السنة اللي فيها السنة دي يبقى السنة الجاية فيه عملية استقرار على الشبكة ولا اعتماد على الغاز ده نوع من أنواع استخدام للطاقة في الشركات الخاصة وزي ما حدوتك قلت ريادة الأعمال وهو ما شابها ذلك فإزا كل ده موجود والدولة فتحها ده كمان بالإضافة إن للقطاع الخاص كل مستلزمات الطاقة المتجددة اللي جاي من بره الدولة قللت عليها الجمارك وقللت عليها الدريبة المضافة فبالتالي اللي عايز يجيب حاجة من بره لازم يكون هيلاقي النسب بتاعتها أقل سؤال الأخير وإحنا داخلين على موسي مدرس جديد وبالتأكيد الأهالي بتدور لأولادها على يعني يعني مجالات سوء العمل فيها واعد مجالة الطاقة المتجددة وحراك أستاذ للهندسة أخباره إيه في جماعاتنا المصرية وفي أقسام جديدة لفتحة في واللس أولا في أقسام موجودة كتير وبعد ذلك اللي هو الباور هندسة باور ولا ده ملوش علاقة لا هو في الباور وممكن بيدخل في الكميونيكيشن أبليكيشن عليها لأن كل المشاريع لا تعتمد على أنها تكون باور كل التطبيقات بتستخدم فيها طاقة شمسية طاقة متجددة عموما وغالبا بتبقى الطاقة شمسية عشان هي الإمكانيات بتاعتها متاحة كل المشاريع الجديدة إحنا بنستخدم فيها طاقة شمسية قدي حضركم مثال السنة اللي فاتت إحنا عاملين 3 مشاريع أنا بنزل أعمل 3 مشاريع 2 خاصين بالصوبة الزراعية بتشغل بالطاقة الشمسية وفي أي مكان أنا بكلم في الجامعات ما وده في الجامعة ما عاملينه في الجامعة مع هيئة البحوص الزراعية بتشغل بالطاقة الشمسية والهيدروليك برضو الهيدروليك اللي هو الصوبة الزراعية المائية الحديثة كلها شغلها طاقة شمسية ومن على بعض كونترول من على بعض كمان عاملين اللي هو طارد الحشرات لأن حضركم لما تيجي في الزراعة بتلاقي بتلاقي في بتزرع مثلا هديك مثال بانجر هتلاقي البانجر ده علشان يدخل يدخل للسكر بيقابل بيقابل فيران وبيقابل غربان وبيقابل عصافير بيبوز المنتج بعد إسبوعين تلاتة احنا عملنا جهاز بيشتغل بالطاقة شمسية في قلب الأرض الزراعية ويطفش كل دول جميل جدا فكل ده تطبيقات للطاقة المتجددة في جميع المجالات صحيح ده المستقبل يعني يعني سواء دراسة سواء شغل سواء سواء عمل هو ده المستقبل هو ده الابليكيشن اللي جاي ودول كمان يعني بتتجه إلى هذا الاتجاه كل شكر لك دكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة الجديدة دكتورك يا فاني شوك عمل جزير الحركة